مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مواعد نشرتكم الجودة لتطلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي نبدأ نشرتنا الجودة إذن بهذه الصورة نخترناها لكم ننهار اليوم نحبكم من مدينة الجسور المعلقة قسنطينا أكيد هذا المنظر الطبيعي الجميل يعبر عن جمال بلدنا الجزائر هذه الأيام إذن نتيجة تولوج لشهدتها العديد من ولايات الوطن إذن بنسبة الوضعية المرتقبة هاليوم الجمعة إن شاء الله إذن استمار تسقط الأمطار أقول إن شاء الله أمطار خير احتشابها العديد من الولايات إن شاء الله تولوج كذلك رح تبقى على صطيف على قسنطينا كذلك على باتنا على خنشلة على أريس الأمطار كذلك إذن نحن تلحق حتى الـ 50 مليمتر محليا أمطار ستكون غزيرة نوعا ما إذن نحيط وحضر خاصة لمستعمل السيارات بنسبة الولايات السحية الوسطى الشرقية الغربية ستستمار الأمطار حتى بعض الظاهرة كما أسبق وذكرنا على تلنسان على شلف بويرة تزيوزوا على قسنطينا أم البواقي على أغلبية ولايات الهتاب العليا الزوابة عراملية إذن الحيطة والحذر على تين دوف وأضرار كذلك سرعة الرجاح العموم تروح من 30 تلحق حتى 50 كم في الساعة إذن الحيطة والحذر المستعملي هذه الطرقات إذن بنسبة درجة حرارة بعد ظاهرة الجمعة إن شاء الله تبقى درجة حرارة منخفضة البرودة تبقى في الموعد كتلتها بردة متمركزة على أغلبية ربوع الوطن 8 درجات على تلنسان 6 درجات بإذن الله على الضيض مشرية ونعامة تبقى البرودة في الموعد درجة حرارة منخفضة 13 درجة على غردايا زرفانة بريان 19 درجة على عين صالح من 20 حتى 23 درجة على ابني عباسة بالبلد تلحق حتى برج الحواس إذن بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله أنه اليوم سيكون شديد الهيجان وهذا على أغلبية سواحل الشرقية سواحل العوانة إذن حتى سواحل المرصب المهدي سوحة رزيحة العموم كما لاحظوا رح تروح من 50 تلحق حتى 70 كم في الساعة إتجاه الترياح تكون غربية تماما على سواحل الشرقية حتى العوانة جيجل جنوب الغربية بإذن الله على سواحل النصد حتى المرصب المهدي مشاهدين لهنا نحقنا ختمة نشاهدكم جويا نحال اليوم الجمعة نختموها إذن بغروب الشمس نشاركونا على الساعة السادسة بضبط ما بقى نغلق لكم بقاوا مع برمجة الوطن يا تيفي جمعة مباركة مشاهدين الكرام بقاوا لأخير توافر حتيكم